السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين لا منها احداث ومنها قضوات حتى منها احداث لتصالح المسلمين اللي يقبوا ومنها حتى الليت وعسات بيرمعونها لغلا لا بيرمعونها قواتها لعيلا بيرمعونها بحرحلات دي منطقة نجد وروا لسببها ولا قصت كلها وروا براء عامر بن مالك لدي مدينة مطقة والنبي صلى الله عليه وسلم دي بإسلام دعيو وهي أسلمة لكن بلا والله أنا دعاة منطيبوني اللي عجي ممكن لأسلمون ممكن لدعوات لتكبوتا وأنا كمسل عجي ريا ولكن أدام لأكمسل يبي اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم سبعين نفر ومنها صحابات ومنها قراء ومنها حفزت ومنها خيار كمسل عسر لهم تعبوا بلهم الله كمسل لهم جماعات من دحراء قل علومهم ودعوات قل قدموه قل عبطحوهم اللهم اه اللهم هبايو ولا بيرمعونها كمسل باتحودي باتمسل كارو وروا من صحابات حرام بن مالحان بكتابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جي سديب وروا عمد بن الطفيل اللهم يقولوا لحدو الله على وقلو كلو ديبه كتاب ديبه رسولتنا يا نبي صلى الله عليه وسلم ديبه لندي للايه نفر اسألا ووو قراء كوناد دابت ايو وديب الله كان استشهدا لسحابي حرام بن مالحان الله فاكبر فزد ورب الكعب بيلا كمسل يهو استنفرم الليو حرل عدو الله لي يعني لي عمر بن الطفيل بني عمر فلم يجيبوهو يعني يتكاب تومنو كمسل يهو ما كمان Working on your opponent قالوا مي، اندي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ atibba A soralara And was the wrong guy they Jaw, say that he Glade speed and he NE local, say nothing. Until ma decide to fix him and put something toовать go down, gonna be the wrong one, go down, all pane вок terminate وستنفر حقوة كمان بني سليم قبيلة مننا ولما يعني قليء بطون مننا فقود وافرعت مننا عد لقبيلة لكايد لقبيلة بني سليم منهم كبتو منو وقانتوكم افرعت جالقان او اللقعت لهم دود لمسلمين ولمسلمين اللقعت لهم يعني رعل وزقوان وحصية لمتم وطوال كردانوهم اقول صحابات وقتلهم عن كامل عن عاخرهم كلهم قتلهم ولان يعني ينجى منهم انبر كعب بن زيد وعمر بن امية الدميري لهم كردانة نجو بسبب سبب نجو ابوهم اللي كعب بن زيد نجيوا لان الجريح على وتوم بس بجاز حتو قللك او اللقعت من رؤو ميت امسلو كادمو منو اه وبعد ماي مره فقروت الهواسه وخلاص كماما يدقب اوتا كانوا ترفع ونبر على اسكما ديب اهم يوم الخندق ديب قدوط الخندق استشهده. اما اللي عمرو بني اميض ميري اللي اه مسل المنذر بن عقبة ديب با صارح على وهقوما لا سرير او با كانت اكاننا معركة لتوداليت اه مره وكم سل قلح هسل هلا اه معركة لتوداليت اه المنذر كان لتوداليت اه المنذر كان لتوداليت اه ديب معركة اتوه قاتله و اه اللي عمر هياني بن اميه اه اقلهم اسأل لك اللي عمر بن الطفيل اللي نفر من مدرته و يعني بيليه وبدير رجبات حالات ناي اه تلت حد دمان انا على وبالله سبات اللي نتعبط ايو عطاق ايو و اه مدينة من العقبل ديب جبي كل اه تنفر اه رجبه قروب مدينتكم منطقة القرق على اللي عمرو بن اميه اه و قاتليهم اللي عمرو بن اميه دميري كل اه تنفر قاتليهم وهتوم السلطاني والنبي صلى الله عليه وسلم اللي عنا حد علق لهم لكن من العدور لانو انو ساليهم قاتليهم رضي الله عنه و وو انو وعدو كنوات افكточно القنوة صلى الله وسلم كنوى اتسأله النبي صلى الله عليه وسلم باليو والله يعصroid البقاتيل المرcedر قاتل بيلي وانا لدياتهم انده في انو الغلاط قاتل قاتلات بيليه والنبي صلى الله عليه وسلم مرة حذنه نقول اللي آه عذان شديد حذنة نبي صلى الله عليه وسلم لو حدسنا الرجيع عصر من خيار لهم وتو ديهم بقيادة عاسم بني آآ ثابت العلو. لهم بقيادة آآ يعني آآ عاسم بني ثابت العلو. العصر الرجيع. وقال لهم سبعين من السحابات لكم سأل جرق لهم لهم آآ بدوان الله عليهم. آآ وقال له يعني كل دي بأورا ايامه دي بأورا اسبوع ودي بأورا وارحا دي بأورا وارحا دي بأورا وارحة نفس الشهر ما هذا الاشياء. لقول القوات لجوا ايام دي بشهر سفر. آآ دي بشهر كرائية عن منه هجریت شهر سفر سنة اربع هجريت العالات وكلهم حتى بمرت حاس لهم قيلتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لخبر دي بحت لالبا تحييو. وآآآ النبي صلى الله عليه وسلم آآآ دي بقول لهم لقعتلت. اللهم لقطلوا صحابة النار يراجع لك وأرمعنا ثلاثين يوم قنوت دعا دبهم صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم سكما الله سبحانه وتعالى كرديبهم أبلغ عنا قومنا يعني لقد ناسئلو نحن قبنا ركبنا وردنا ديب وردنا ديبنا والنبي صلى الله عليه وسلم إلا من دعاء مننا قنوت بلا بطرامنا حقاها مننا قنوت لكن بلا سبات إلا ثلاثين يوم دعا دبهم وقنوت ودا صلى الله عليه وسلم طيب مآسات بإرمعنا وفي نفس أيام حادثة الرجيع حدثت مآسات أخرى شدة منها وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد ولكن أبدى رجاءه أن أهل نجي يجيبونه إلى الإسلام إذا بعث إليهم الدعاة وقال أنا جار لهم فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين داعيا من قراء السحابة فنزلوا على بإرمعنا وذهب حرام بن مرحام بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل بني الطفيل فلم ينظر فيه وأمر رجلا فطعانه من خلفه حتى أنفذ الرمحة فقال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة واستنفر عدو الله بن عامر فلم يجيبوه لجوار أبي براء فاستنفر بن سليم فأجابته بطون منها رعل وزكوان وعصية فأحاطوا بالسحابة وقتلوهم عن آخرهم ولم ينجوا إلا كعب بن زيد وعمر بن أميد ضميري فأما كعب بن زيد فكان جريحا وذنوه قتيلا فارتث بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخنق وأما عمر بن أميد ضميري فكان مع المنذر بن أميد في الصرح فلما رأي الطير تحوم على الموقع عرفاء الحادث فنزل المنذر وقاتل حتى قتل وأسر عمر بن أميد فأخبر عنه عمر بن الطفيل أنه من مدر فجز ناسيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه ورجع عمر بن أميد إلى المدينة فلما كان بالقرقرة من الطريق وجد رجلين من بني كلاب ذنهما من العدو فقتلهما وكان لهما أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلت قتلين لأدينهما وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على ما حدث بالفجيع وبمعونة وكان الحادثان في شهر واحد شهر سفر سنة أربع حجرية ويقال أن خبر الحادثين وصل إليه صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة فدعا لهؤلاء القتل ثلاثين سباحا في سلاة الفجر حتى أنزل الله عنهم أبلغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فردي عنا وردينا عنه فترك القنور والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته اشتركوا في القناة